طيب التور واضح عندي حاجة واضح ان انت بتمر بازمة اهو ازمة عندك خوف على شوية اضطرابات شوية عكوسات الفترة دي خايف طبعا خايف تاخد اي خطوة خايف من اي حركة تعملها انك تزود المشكلة اكتر وتغرق اكتر بص جايلك ايه تحت الكارت ده القديسة زي ما انتو عارفين وحاكي تحفظتو القديسة بتمثلي القرب من ربنا الرحاميات حلوكو يا تور لو القرية دي تنطبق عليك وفعلا بتمروا بالازمة دي كليز اتنهل ربنا هو الوحيد اللي هي رتمن قلبكو وهو اللي هيخاركو من المشكلة دي سلمين امنين نقرب من ربنا شوية نتعبد نحاول ان احنا نعزل شوية مش نعزل نعزل بس ايه نفكر بهدوء كده لوحدنا وتبعدوا عن المشكلة يعني تشوفوا لو هي مثلا خناقة مع محدة في الشغل يعني ايه ناخد بس بريك شوية نقيم الموضوع وزي ما قلنا نصلي بإذن الله محلولة في حد قريب منك هيقدم لك شيء والشيء ده شكله مساعدة هيساعدك وهيساعدك افتكر الموضوع ده ليه علاقة بالازمة اللي انت بتمر بها دلوقتي هيساعدك فيها هيقدم لك شيء اوكي بنية خالصة وحاجة حلوة جدا مساعدة او دعم او حتى يعني هيهون عليك ويخفف عليك المحنة اللي انت فيها دي بس هي حاجة بسيطة ان شاء الله ما هياش حاجة يعني تخوف ما تقلوش queen of pentacles ايوة بقى ايوة بقى حالة المادية فيها تطور كويس يا تور يمكن البنزين الكام عشر اساق ولوين ربع جنيه اللي نزلت دي يمكن هتأثر معيك حالتك المادية بقى فيها تطور وحتحس انك انت في حالة راحة شوية مش رخاء بس ايه اللي عملية هتكون مريحة تطور عن اللي انت فيه اي ان كان اللي انت فيه هتحس ان انت ها طلعت شوية وكمان بيدل على انك انت شخص طيب وكريم وعندك عطاء كثير جدا وكل ما بتدي كل ما هدين اكتر انت محتور في حاجة واعتقد الحلاء الحاجة دي تخص العاطفة ده في حيرة هنا قرارين شبه بعض قريبين من بعض قوي حيران اعمل ده ولا ولا استنى شوية ولا اعمل ايه فيه عندك؟ حيرة الحيرة دي بقى بتمشي باحساسها بقى بتمشي باحساسها دي مش دي مش ما تتحلش بالعقل دي بالاحساس وهتحس بمشاعر جديدة ياتور لو انت محتور بين علاقتين يعني محتور بين انت مثلا او انت محتورة بين شخصين هيجيلك مشاعر جديدة هتحس بمشاعر بيها قوية جدا ما ينفعش ما ينفعش بتعدي من غير ما تاخد بالك او تاخد بالك هتحسوا بالمشاعر دي وده هيحسن لكم القرار ده في حيرة واضح اوكي وحيرة بقى حاجة ليها علاقة بقى بالمستقبل حاجة مكملة معك فعلى ما اظن والله واعلم ان الحيرة دي زي ما قلتلكم في علاقة او حتى مش هزوا يكونوا بين شخصين مقارنة بين شخصين ممكن تكون اه انت محتور تكمل او ما تكملش محتور اه تتعامل ازاي هتلاقي مشاعر هتحس بيها فجأة هي اللي هتحسن لك الموضوع ده هي اللي هتدلك تتعامل ازاي وزي ما قلنا اللي قلت الازمة اللي عندك دي حلها القرب من ربنا والصلاة اه عندك تغير في الحظ يا تور الحاجات اللي كانت وقفة ومتعطلة وركدة كده المايا الركدة العجلة هتدور هتبتدي الدور هتبتدي الدنيا تتغير والامور الوقفة المتعطلة هتبتدي تقرب والدنيا هتبتدي تبسهل هتحس بتغير وتغير جامد التغير ده هيسبقه حاجة هيسبقه تغير فيك انت الاول فيه شيء هيتغير جواك فيه ده 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 كرت قوي من الكروت القوية جدا والكروت الماجر الاساسية في الفلترون بيوحي بموت شيء كنعايش معاك فترة طويلة جدا ممكن يكون معتقد ممكن يكون اسلوب ممكن يكون صفة حتى فيك حاجة كانت جزء منك هتموت ويحل محلها شيء تاني لما الشيء ده هيتغير جواك العجلة هتدور يمكن نقول مثلا حديك مثال المثال وليس الحصر انه اسلوبك مثلا بدل من انت شخص مثلا مش اجتماعي قوي هتبتدي العزلة اللي انت فيها دي تختفي ويحل محلها اجتماعية انت تبقى شخص اجتماعي وحابب تنزل مع الناس وتقابل زمايلك في الشغل برا الشغل وتعمل علاقات اكتر فالعجلة هتدور معاك فهمين قصدي فيه تغيير هيحصل جواك انت وبرضو ده ماينفعش ما تحسوش زي المشاعر القوية اللي هتحسها دي ماينفعش هتعدي من غير ما تاخد بالك هتاخد بالك ايه ده انا مش كده دي مش طبيعتي فيه حاجة شيء جواك هيتغير بشكل جامد سترنت يا تور بيقولك مواجهتك لازم تكون بعقلانية بدبلوماسية تستعمل عقلك متستعملش قوتك عشان تسيطر على الحاجة اللي بتهددك دي شايفين ده اسد الكارت ده اسمه strength القوة قوتك بعقلك مش انك انت تنهر لقدامك او انت تهينه او انت تزعله او تزعله هو ده كده انت كسبت المطش لا المطش مش هيكسب كده بعقله بصوا هي مروضة الاسد ازاي بعقله بتبطب مش لازم يكون بتبطبة يعني الشرط يكون تستعمل نفس الاسلوب انك انت بتبطب على حواليك لا تستعمل معاهم دي بيوميسيتك وزكائك وما فيش شك من قوة الحاجتين دول عندك انت منغمس في ازيتك شوية يا تور شايفة حالة زي ما تقوله مش حزن بس انت واقية شوية حابب تكون مع نفسك او مركز مع نفسك يمكن يكون التركيز اللي انت مركزه مع نفسك ده هيكون سبب التغيير الرهيب اللي هيحصل في حياتك ده يعني هتقعد قعدة مع نفسك وتعمل شوية تعديلات هتطلع منها بالنتيجة دي هتقول لا الوقت جي بقى خلاص انا لازم ابتدي اتغير لازم مثلا ابتدي بدل لما انا بهاجم بشدة ان انا لأ ابتدي اكون حكيم اكتر في انفعلاتي بدل ما انا لأ كل ما محد يقولي تعالى مثلا انزل معانا روح معانا زمال في شغل انتوا عارفين الخروجات بتاعت الشغل دي بتقرب الزمال جدا من بعد حد كده تنزلها هيتغير حاجة في شخصيتك جمدة جدا وبالتالي هتتغير حياتك معها هتكون اكثر ثلاثة واكثر حزن ان شاء الله ارية حلوة زي ما قلتلكم يا تور لو انا صح في موضوع المحنة او الازمة اللي انت بتعادي بها دلوقتي حلها الصلاة قرب من ربنا ودهيله وهو هيدل لك بالنسبة للحيرة اللي عندك من ناحية الحلة العطفية فدي انت هي هتتحلل وحدها هتبتدي تحس بمشاعر جديدة هي اللي هتحسملك الموقف دي القرية الاولى للقرية العامة الاولى لبورج التور اتمنى تكون القرية منطبقة ودقيقة يا رب تكون عابد صح مرسية عزق باتمنى يتغير حلو وفوك الكعبالة ان شاء الله يا دوت طلعت ان شاء الله بإذن الله هتتفكر بإذن الله البس ده لا مش يوميا يا عامر هو بقى حسب التساهيل صراحة بس هو الخطة ان هو يوم ايوم لا وهحاول على قد مقدر ان انا ازبط الريتم ده يا سلوى يا حليبة قلبي ويحفظك ويبارك فيك يا حبيبتي انت خلاص يا عليكم صح طيب كويس قوي كويس قوي قوس يا ميسة قريب قوي حاضر بعد ما شفت فيه حاجة جواية اتغيرت وانا مش جدد من ساعة ما شفت ايه يا حسامي هذي من برج التور دي مرحلة الاولى يا زينب ما تعيطيش دي مرحلة الاولى وحنقول الحلل العطفية حالا ولو فاتك القرية ولا يهمك بعد البث ما يخلص هتلاقيني يحطهولك في الصفحة جاهزة مستلنياكي قوس ان شاء الله يا ميسة حاضر مرسي يا مار وعشير تسلم ايدك حياتي طيب يلا نشوف الحلل العطفية اهم روضة قسود وما جبتش من عندي حاجة او الله يا بنت احنا عايشين في غابة هنا دي غابة بنروض قسود فعلا يلا هنعمل ايه فعلا كلامي كله صح مرسي يا بسمة جدا صح اشكرك يا شايماء طبعا ياسيف الاعلم الغيبة الا الله طبعا علامة بالله طيب يلا نشوف الحلل العطفية اخبارها ايه يا رب تكون كويسة وانا في حد كمان طور عندي من صحابي يا رب يكون حاجة كويسة يا رب بسم الله الرحمن الرحيم يا مانا انت اللي كمان وانت وحشتيني جدا جدا مانا انت سمعت اقريتك ولا لا انت اقريتك عملتها لايف مانا من الناس اللي كذبت معنا سمعتيها والنبي تمانين يقولي ان انت سمعتيها عشان انا ما بقتش فاكرة انا قلتها في اني لايف بيهم عشان خطي يقولي انك سمعتيها انا بعد كده هعمل القريات على التليفون انا مش هخليها هن كل كلمة صح بس انا ايه بصلي على طول كويس جدا يا عزة حلو حلو الصلاة طبعا دي عبادة ما فيهاش حاجة بس انا اقصد الصلاة اللي هي انك تتكلمي مع ربنا فاهمة قصدي ايه القاعدة دي اللي بتبقي خلصتي الصلاة وتعودي كده ايه تفتحي قلبك وتتكلمي مع ربنا ده قصدي بس طبعا برافو عليكي ويدعيلي معاكي دعيلي ارجع لتزم انا كمان محمد مفروض صح جدا بشكرك يا محمد اوكي يلا نشوف المجموعة الاولى لبرج التور القراية العضفية بسم الله الرحمن الرحيم اه حيرة يا شفتو عندك حيرة يا تور مفيش كلام زي اللي شفتها فعلا في القراية الجنرال بتاعتك في حيرة حيرة ده الطاقة حتى نفسها بينك وحيرة يا رب يا ترى ايه الاسباب ايه سبب الحيرة دي طيب طيب بسم الله ما شاء الله حاجة حلوة جدا بصوا يا معا حيرة هي واضحة هي ايجابية طاقة ايجابية كل حاجة بس انت عايز تحسن قرار انت رجل في المية ورجل في الارض مش عارف تروح فين وهو قرار شكل وقرار مصير يا الارض يا المية حاجتين يعني عكس بعض فعندك قرار محتاج تحسنه نفسك انت شايف ان في حاجة غلط في العلاقة يمكن يكون خطأ حصل من شركك الخطأ منك الله اعلم بس في يمكن في حاجة غلط البرج ده معناه شيء غلط نفسك الشيء الغلط ده ينهار ويروح بقى يعني الغمة تنزح والشمس بصوا الطاور عامل ازاي سواد السماء سودا يعني اكيد حاجة غلط وحاجات بقى بتقع وبيت بينهار وناس بتقع ونار وحريقة واكشن غير طبيعي كدا لكن لازم عشان تهدى لازم يحصل الانفجار ده فانت نفسك الشيء ده الوحش ده ينهار حتى لو هيبقى فيه خسائر بس نفسك ينهار شايف شريكك ازاي شايفه هداية من ربنا شايفه حاجة حلوة جدا بيمدك بطاقة اجابية وبيمدك بالهدوء وبيمدك بالاطمئنان بس وجنينة وبستان يعني حاجة حلوة جدا ويد ممدودة وحاجة منورة وكده حاجة حلوة قوي قوي انت يتور شايف شريكك حاجة كويسة جدا اكيد شريكك شخص كويس يعني واضح ان هو شخص كويس وهو فعلا على فكرة شخص كويس